اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الواء محمد أمين مستشاري رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع التناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الواء محمد أمين مستشاري رئيس الجمهورية للشؤون المالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعاشية المتنوعة للمستفدين من خدمات الصندوق أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم أعلى مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال الانتشار الجغرافي الوسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة